أهلا بحضراتكم من جديد و تريند الأهلي تريند الأهلي هنشوف السوشيال ميديا ركزت على إيه خلال الساعات الأخيرة خاصة نحن ندخلين في مرحلة مهمة جدا الحساب الرسمي يلا كورة على تويتر نشروا تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أو لمواجهة أسترن كامباني في مباراة اليوم ومساء اليوم الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام التشكيل المتوقع بيقوله مصطفى الشبير في حراسة المرمة محمد هاني زهير أيمن محمود وحيد زهير أيصر ارتكاز محمد محمود وأحمد نبيل كوكا في الأمام طاهر محمد طاهر حسين الشحات أحمد عبدالقادر محمد شريف وأنا بستعرض التشكيل المتوقع خدوا بالكم الجهاز الفن هيتعامل مع المباراة أولا للحصول على الثلاث نقاط الحفاظ على كافة العناصر الأساسية اللي ممكن يتم الدفع بيها في مباراة الزمالك يعني هل لعيب عنده إنذارين يلعب جزء ويتم استبداله عشان حفاظ عليه لو أنت كسبان وعمل نتيجة كويسة كل الأمور دي أكيد هتبقى في حسابات الجهاز الفني لعيب مثلا بيشتكي من إجهات فهتتريحه ممكن تطلعه من المؤسكر عشان المطش اللي جاي كل دي أكيد حسابات لدى الجهاز الفني لكن ده التشكيل المتوقع هل فيه تشكيل رسم لحد اللحظة دي؟ لا لسه هل ممكن يبدأ بهاني؟ هل ممكن يبدأ بكريم فؤاد؟ هل ديانجي بابادي أو ديانجي مش موجود؟ كل ده وارد ممكن ديانجي ما يكونش أساسي ولا عددكة ممكن يشوف النهاردة أن فيه لعيب عنده أنزرين فيفضل يرايحه خالص كل دي حسابات الجهاز الفني بيفكر فيها لكن في الأساس بيسعى للثلاث نقاط ثم راحت اللاعبين الأساسيين عشان ماتش القمة والتحضير لمباراة يوم الحد اللي جاي لأنه بقول لك والمباراة الحالية رغم أنها مباراة دوري لكن الثلاث نقاط وكأنها مباراة كأس مصر مباراة حاسمة للفترة اللي جاية طيب أروح كمان لحساب الوطن الرياضي الوطن سبورت بيتكلموا عن غيابات الأهلي أمام إسترني كامباني والحصيلة وصلت لي 13 لعب أبرزهم علي لطفي حمد فاتحي محمد عبد المنعم لويس ميكي سوني أكرم توفيق عمار حمد للإصابة بنكلم عن ستة يعني ويشي ناوي وياسر أيمن أشرف السولية أفشا موجودين مع منتخب مصر اللي كان بيواجه كوريا بالأمس ورجعه النهاردة للقاهرة وبير ستاو مع جنوب إفريقيا وعلي معلول مع منتخب تونس وعلي شارك في الجزء الشوت التاني من مباراة تونس وليا بلك الحمد لله علي برضو هيبقى سليم لما يرجع بإذن الله من معسكر تونس ويكون جاهز بإذن الله لمباراة القيامة لكن رقم كبير جدا في غيابات النهاردة وكمان لما استعرضنا القايمة القايمة فيها 23 لعب هيتم استبعاد على الأقل كمان أربع لاعبين أو ثلاث لاعبين فبنتكلم في غياباتها تبقى مهمة جدا في التوقيت الحالي بالنسبة للنادي الأهلي طيب حساب كورا بلاص بيتكلم على اللاعبة المهددة بالغياب لو خدوا إنذارات النهاردة في مباراة إسترن كامبان كورا بلاص بيقول أن مباراة النهاردة هتهدد أربع لاعبين في الآلي بالغياب أمام الزمالك في القمة طيب مين هم الأربعة؟ بنتكلم عن بدر بنون محمد هاني آليو ديانج محمد شريف الأربع لاعب عندهم إنذارين والنهاردة لقدر الله لو حد فيهم خد إنذار ثالث هيغيب عن مباراة القمة طبقا طبعا للوايح اتحاد الكورا هل الجهاز الفني ممكن ما يلعبش بديانج وارد هل الجهاز الفني ما يبدأش ببدر بنون وارد كل ده وارد هل ممكن يبدأ بهاني ويبقى الأهلي كسبان في رايح هاني عشان يستفيد به في مباراة القمة كل دي أمور واردة وفي حسابات الجهاز الفني وركزوا في التفاصيل بنقولها عشان بالتأكيد احنا قدرين نكمل حول لكم أبرز الأخبار والمعلومات قبل مباراة النهاردة وخلال كمان الفترة اللي جاية طيب نروح كمان لحساب يلا كورا مصدر يلا كورا الكابتن سامي أمصان هو من سيدير الأهلي أو سيدير مباراة الأهلي أمام الزمالك واستقر على الدخول في معسقر مغلق مبكرا في مصدر قال يلا كورا إن الكابتن سامي هو اللي هيدير مباراة الأهلي والزمالك ويقوم على رأس القيادة الفنية لفريق الناج الأهلي خاصة إن ممكن على الحد اللي جاي ما يكونش يتم الانتهاء من ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي كمان فكرة المعسقر المغلق يمكن أنا كنت لسه بتكلم في الفقرة السابقة لما كان معاها زميني محمد توفي وقلت جاز الفن بنسبة كبيرة واخد قرار إن بعد مباراة النهاردة يكون فيه معسقر مبكر قبل مباراة القمة والأيام قليلة النهاردة الأربع الماتش بكرة الخميس الماتش الحد ف72 ساعة فبالطبع يكون الأفضل أنك تدخل باللعبة مواصقة عشان تبدأ تحضر للماتش يوم الحد بإذن الله آخر حاجة معايا حساب سبورت 360 مصرية بيتكلم على دربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك متبقي خمس أيام برأيك من الأقرب فنيا لحسب السلاس نقاط